أهلا طلاب شونكم I hope you're all having a great day today آخر شيء أخذناه بالفيديو السابق تشانل TNM ستيجنج وهسا راح نشوف تكملة باقي لبراس كانسر حقيقة أن TNM ستيجنج قل استخدامه بالمودرن تراكتس يعني ما قاموا يستخدموا مثل قبل طريقة عملية شافوها أكثر من TNM ستيجنج أن نقسم المرضى إلى high و low risk وعلى هذا الأساس نعالجهم يعني إذا مثلا لقينا مريضة inside to cancer اكتشفناه شي بالصدفة فهاي المريضة راح نعتبرها very low risk ولتريتمنت مالتها راح يشمل local treatments فقط ومن نقول local فقصدنا مجرد surgery with or without radio therapy يعني ما راح نستخدم systemic therapy يعني ما نستخدم chemo وما نستخدم hormonal therapy مجرد local treatment وهكذا بقية المرضى طبعا هالجدول يعني مو كلش مهم صراحة ما ريدكم تحفظون شي من عنده ومجرد للفهم الشي اللي أريدكم تحفظوه هو هاي القواعد الذهبية اللي هسا راح نحتيها قدنا ثلاث قواعد الذهبية بالتريتمنت of breast cancer خلي نشوف شنها القواعد الذهبية الثلاثة أول وحدة تقول انه لتريتمنت of early cases of breast cancer راح تشمل local treatment فقط ومن نقول local قلنا قصدنا surgery with or without radio therapy هاي القاعدة الأولى القاعدة الثانية تقول انه the treatment of late cases of breast cancer راح تشمل systemic therapy ومن نقول systemic فقصدنا يا أما كيمو يا أما هرمون الثاقي فهال treatment of late cases زياني الانترميديات cases لعت شنو انترميديات cases يعني لا هي early ولا هي late بالنص فالتريتمنت مع الانترميديات cases راح يشمل combination of local and systemic local and systemic يعني راح نسوي surgery احتمال نضيف لها أيضا ريديو ثرابي واحتمال أيضا نضيفي أما كيمو أو هرمون الثرابي فمزجنا بين ال local وبين systemic فهاي القواعد الذهبية بالتريتمنت of breast cancer كلش كلش مهمة حفظوا لي إياها هذا السلايد هسا مجرد يعيد القواعد اللي هسا احنا ذكرناها بس الصياغة هنا شوية مخربطة عند الأمانة حالها حال ثلاثة الواء الحجي مال بيلي زين احنا قلنا اكو local treatment وقلنا يشمل surgery و ريديو ثرابي وقلنا اكو systemic ويشمل كيمو و هرمون الثرابي فإذا صار عندنا أربع موضالتيز مال تريتمنت بالبراس كانسر اللي هي سارجري ريديو ثرابي كيمو ثرابي and هرمون الثرابي ذني الأربع أنواع من الموضالتيز راح نحكيهن هسا بالتفصيل ونبدأ بأول موضالتي اللي هي السارجري من نقول سارجري فإحنا قصدنا mastectomy which is surgical removal of the breast الأبحاث الجديدة قالت أنه mastectomy تأثيرها نفس تأثير conservative breast surgery conservative surgery يعني بدل من نقصه البرست كله ونشيله نشيل جزء صغير من عنده ونعوفه الباقي وراها ننطيع يديو ثرابي شافوا أن هذا conservative approach نفس الأفكسي مع الماستكتومي اثنين راح ينطن نفس الأفكت فهوايا surgical centers بالخارج ده تتبع هاي الطريقة وقاموا يعوفون الماستكتومي يعني قل استخدامها كلش بالفترة الأخيرة مع ذلك تبقى الماستكتومي indicated ببعض الحالات بعض الحالات ما ترهم نسوي لها conservative surgery تبقى الماستكتومي هي surgery of choice فخلينا نعتور ذني هنا indications of mastectomy شنو ذني indications الخامسة بالله إذا large tumor هاي التومر ما رح نقدر نشيلها conservative surgery فنشيل البرست كله ونخلص من عندها إذا أكو central tumor involving the nipple أو beneath the nipple ناخذ قاعدة إنه التومر كل ما أبعد عن النipple كل ما remove the malet هيكون أسهل فنقدر نستخدم لها conservative surgery والعكس صحيح إذا كانت قريبة عن nipple هاي ما رح نقدر نسوي لها conservative surgery عملية حتكون معاقبة فنشيل البرست كله ونسوي mastectomy ونخلص من عندها multifocal disease أيضا همين رح نسوي لها mastectomy ما نسوي لها conservative إذا أكو local recurrence إذا سوينا عملية وورا هاي العملية صار عدنا recurrence بعد ما يحقنا أنه نستخدم conservative surgery هنا أنا لازم mastectomy وإذا المريضة هي طلبت من عندنا إنه نسوي mastectomy تقول يا باني ماريد conservative فذني الاندكيشنز الخمسة ما الماستكتومي نستخدمها بدال conservative surgery يعني هذا الثلاث صراحة أغلبة للفهم يعني ما بفتشي حفظ الشي الأهم عندنا هو أنواع الماستكتومي الماستكتومي بيها ثلاث أنواع رئيسية هاي حطوا جوها خاطلاً كلش مهمة الثلاث أنواع رئيسية هي simple radical والmodified radical mastectomy خلي نشوف شنو definition مار كل وحدة بدني الأنواع طعن هاي الصورة كلش رائعة خلنشرح عليها total mastectomy أو simple mastectomy اسمها الثاني بالtotal mastectomy راح نشيل the entire breast tissue بس ما حنشيل شي لا خوية ومننقول the entire breast tissue فراح نشيل the skin هذا كله راح نشيل the nipple والareola أيضاً ونشيل أيضاً the internal tissues مع the breast يعني نشيل the ducts ونشيل the lobules هاي كلها راح نشيلها بالtotal mastectomy زين radical mastectomy شنو radical mastectomy همين راح نشيل the entire breast tissue بس راح نشيل ويا ثلاث شغلات أخرى شنو ذني ثلاث شغلات pectoralis major muscle أكبر عضلة بالچست هنا راح نشيلها ال pectoralis minor همين أكبر عضلة همين أكبر عضلة همين أصغر من عدها شوية هاي همين راح نشيلها ونشيل أيضاً كل levels مع the axillary lymph nodes همين هاي كل lymph nodes اللي موجودة بالaxillary هاي كلها راح نشلعها ونشيلها فإذن ثلاث شغلات ده نشيل همين اللي هي pectoralis major والminor والaxillary lymph nodes شافوا بعدين انه هاي العملية قالوا كل شوحشية إحنا ليش ده نشيلها القد فخلي نسوي عليها شوية modification سووا modified radical mastectomy اللي هي نفسها بس الفرق انه ال pectoralis major ما راح نشيلها هاي أكبر عضلة هنانا بالچست هاي ما تنشال نبقيها وهمين راح نشيل entire breast tissue ونشيل أيضا axillary lymph nodes كل حن ممكن أحد يسأل يقول شن الفائدة انه عفنا pectoralis major يعني شستفادنا من هل شي ليش ده نعقد العملية pectoralis major هي أكبر عضلة بالچست فجزء شبير من strength ما للچست والarm كلها راح تنفقد إذا شلنا pectoralis major المريضة تقوم بعد لا تقدر تحرك ذراحة لا تقدر تشتغل بالبيت لا تقدر تعتني بنفسها فقالوا انه ما نحتاج ديش العملية الوحشية مع radical mastectomy نسوي modification ونبقي pectoralis major حتى المريضة تقدر تتحرك براحتها فهاي بالنسبة الانواع الماستكتومي للثلاثة رجاء نضبطون إياه السيمبل نشيل the entire breast tissue radical mastectomy نشيل breast tissue إضافة إلى ثلاث شغلات أخرى اللي هي axillary lymph nodes pectoralis major وال minor والmodified radical mastectomy اللي هي نفسها radical بس نبقي pectoralis major هاي بالنسبة لأنواع الماستكتومي طبعا نقدر نضيف همي النوع آخر للماستكتومي ممكن يعني ينذكر قدامكم أو تنسألون بي اللي هو nipple sparing mastectomy الobjective ما لهاي العملية انه نحافظ عن نبل منشيله هاي ليش يسووها لأن بالخارج يعني من أكثر الشغلات اللي يهتموا لها هي mental health والpsychological problems اللي ممكن تصير بسبب العملية قالوا أنه الماستكتومي يفيد عملية هي كلش disfiguring حتما تأثر على self-image والself-confidence ما للمريضة اكتشفوا أنه حتى تقريبا نسبة 30% من النساء وراء العملية يصير عدهن psychological issues فقالوا أنه خلي نحافظ على الشكل الأساسي ما لبلس تشغير ما نقدر ونحافظ عن نبل حتى المريضة ما يصير عدها high psychological issues فأي بس حفظوا اسمالتها يعني just in case انتنذكر قدامكم زيانة تطور العلم تطور العمليات وتكون conservative أكثر وأكثر إذا تنتبهون عليها فالماستكتومي مثل ما قلنا قلت استخدامها بالفترة الأخيرة والمراكز الجراحية قامت تتوجه للكonservative breast surgery اللي هو انه ما نشيل التشو مع البلست كله وانه ما نشيل فقط جزء من عنده ونضيف فوقها ريديو ثرابي حتى نمنع الrecurrence هاي الكنسervative همين بيها ثلاث أنواع رئيسية اللي هي الwide local excision نشيل التيومر وحواليها واحد سنتيم of normal breast tissue يصيحولها safe margin lumpectomy أو انو الكنسervative بلست بلست سرجري ما يصير نستخدم هاوحدها لازم نستخدم وياها ريديو ثرابي لأن إذا سوينا هاوحدها أكو هاي رسك of recurrence of the cancer كنسervative breast surgery is usually combined with axillary surgery usually via a separate incision in the axilla وظيفة هاي axillary surgery إنو نحن نسوي staging للpatient نعرف يا stage هي واصلة وحتى نشيل ذني ال-enlarged lymph nodes يعني هذا الحتي أغلب للفهم أكو قاعدة لخهم يقول إنو axillary surgery should not be combined with radiotherapy ممنوع توصل للأكزلة إذا إنت رح تستخدم radiotherapy لأن إذا جمعناه نسوي رح يصير عندنا حالة اسمها lymph أديمة هاي ال-condition هس رح نجي فد شوية وناخذ ها بس خلوا اسمها بباركم زيان ال-radiotherapy إحنا ال-radiotherapy أكثر شي نستخدمها قلنا ويا ال-conservative surgery بس مرات نقدر نستخدم ويا mastectomy إذا المريض احنا متوقعين أنه رح يصير عنده local recurrence مثلا ذال tumor large أو إذا أكو enlarged lymph nodes نقدر نتوقع على أساس أنه رح يصير أكو recurrence فنستخدم radiotherapy يعني هاي هميا مجرد للفهم فقط ال-hormonal therapy هذا مهم إحنا رح ناخذ biopsy لازم ندزها hormone receptor status نشوف هل أكو estrogen and progesterone receptors of high tumor لا إذا أكو فمعناها نقدر نستخدم هormonal therapy وإذا ما أكو فما رح نستخدم هormonal therapy ال-hormonal therapy بنوع رئيسيات اللي هي التاموكسفين وال-aromatase inhibitors ذني النوع الرئيسيات اللي نستخدم بال-breast cancer فشوكت نستخدم تاموكسفين وشوكت aromatase inhibitors هاي هميا مهمة إذا المريضة pre-menopausal بعدها ما وصل للمنopause بهالحالة رح نستخدم لها تاموكسفين بينما إذا كانت post-menopausal patient بهالحالة رح نستخدم لها aromatase inhibitors لأن شافوا أنه ال-aromatase inhibitors بأقل side effects فانفضل لل-elderly patients اللي ما ممكن أنه يتحملون هاي side effects طبعا ال-aromatase inhibitors بها هواية أدوية أشهر مثال عليها هو الأناسترازول فيعني أريدكم بس هذا اللي تحفظوه زين ال-hormonal therapy شون يشتغل هاي التاموكسفين وال-aromatase inhibitors ال-cancer إذا كان أستراجين receptor positive معناها إنه هذا ال-cancer الخلايا ماتة تعتمد على الأستراجين بال-growth مالتها فذني ال-two classes of drugs التاموكسفين وال-aromatase inhibitors وظيفتهم إنه يقلل الأستراجين أو يمنع ارتباط بال-brass tissue فبالتالي ال-growth مال cancer هم من راح يقل فعفت شيء كل شراء ال-hormonal therapy من اكتشفه يعني سوفت طفرة عظيمة بعلاج ال-brass cancer ومو بس هي شيء اكتشفه أيضا إنه التاموكسفين إلى preventive properties يعني ممكن يمنع حصول ال-brass cancer أو يقلل من نسبة حصول ه وملاحظة أخيرة عندنا إنه ال-hormonal therapy سواء تموكسفين أو aromatase inhibitors it should be continued for at least five years نكمله خمس سنين يعني هاي واحدة من disadvantages مات إنه التريتمنت يكون prolonged ممكن يوصل حتى عشرة سنين فنخلي هالشي ببعنا زين بس نسوي ريكاب سريع لل-hormonal therapy شوكت نستخدم وشوكت ما نقدر نستخدم نسوي staining لل-tumor هل هي hormone receptor positive أو لا إذا كانت positive فرح نقدر نستخدم هormonal therapy بينما إذا كانت negative فما رح نقدر إذا كانت positive فعدنا خيارين يأما tamoxifin يأما aromatase inhibitors إذا كانت المريضة pre-menopausal فبهال حالة رح نستخدم tamoxifin بينما إذا كانت post-menopausal فرح نستخدم aromatase inhibitors زين إذا كانت التيومر negative for hormone receptor فبهاي الحالة بمكان ال-hormonal therapy رح نقدر نستخدم chemotherapy خلي نشوف بعض الملاحظات على chemotherapy chemotherapy نقدر نستخدم سواء المريضة كانت pre أو post-menopausal woman هاي قبل كانوا يستخدمون رجيم مع CMF CMF يعني cyclophosphamide methotrexate and 5 fluoroyuracil بس شافوا إن هار الرجيم سيء فقاموا يستخدمون رجيم تضمن أدوية لخ مثل anthracyclines وغيرها من الأدوية يعني تفاصيل الكيمو therapy مو كلش راح يدققون عليكم به بالجراحة أكثر شي يريدون من عدكم بال oncology فما راح نركز به prognosis of breast cancer الprognosis يعتمد على هواي شغلات مثلا tumor size كل ما أكبر كل ما كان الprognosis poor grade وال lymph node status أهم واحد عندنا رايتكم تحطون جوا خط هو lymph node status شافوا أيضا أنه التيومر اللي عدها hormone receptor positive status شافوا الأستروجين والبروجستيرون receptor status positive هاي associated with a good prognosis شافوا أيضا أنه الprognosis of breast cancer ما علاقة بعمر هاي الكنسر مثلا شافوا أنه بعض large tumors اللي عمرهن طويل يبقى داخل البريست for many years بينما small tumors اللي عمرهن يكون قصير منتشرات وممكن واصلات لغير أماكن وبعد حتى ما تقدر تعالجها ف therefore the prognosis mal cancer ما لا علاقة بالعمر ما التيومر وإنما on its metastatic potential اخترعوا فد معادلات حتى يسهون objective way حتى يحسبون البروغنوس يشوفوها الهو good أو بعد واحدة من هاي المعادلات هي nottingham prognostic index هاي المعادلة شو تقول 0.2 نضرب نضرب في حجم التيومر in centimeters نجمعها ويا lymph node score ونجمعها ايضا ويا grading score اللي lymph node score شنوه هو انه عدنا هاي ال3 قيم اذا كان اكو 0 nodes involved فهاي ننطيها 1 اذا من 1 الى 3 nodes involved فهاي ننطيها قيمة 2 بينما اذا كان اكثر من 3 فرح ننطيها قيمة 3 3 والgrading همين كذلك اذا grade 1 شفناها تحت المايكروسكوبي فهاي ننطيها قيمة 1 grade 2 2 وgrade 3 3 نطبق هاي المعادلة ونحسب الprognosis اشقيت بالضبط ونجي نترجم الvarium اللي طلعتنا على اساس هاي القراءات اللي موجودة هنا يعني مثلا اذا كان جوه 2.4 الرقام اللي طلع لنا فهي نعتبر اكسلنت prognosis بينما كانت اكثر من 5.4 فهي الprognosis مالتها هيكون poor هاي الارقام مطلوبة من ادكم تحفظوها هاي الارقام مال 10-year survivability يعني عفوها مو مهمة المهم تحفظوا لي ذني الارقام الهنان وتحفظون كل رقم شنو معنا كفالو up للbrust cancer وراء التريتمنت لازم نسوي each one or each two years وراء التريتمنت ما عدنا tumor markers بالbrust cancer ومجرد نعتمد عن mammography ما عدنا شي لا غير اول وحدة عدنا هي البودورانج هاي حتشينا عليها طبعا بذاك الفيديو بس خنضيف عليها فاد ملاحظة انو البودورانج is not pathognomonic for breast cancer يعني ما رح نشوف بس والbrust cancer نشوف يجوز بغير conditions همين ووحدة من اهم ذنين هي chronic abscess همين احتمال نشوف بي lymphatic obstruction يأدي الى بودورانج الكون الثانية عدنا هي اللمفاديمة اذا تذكرون قبل شوية قلنا انو ما يصير نجمع الريديو ثرابي ويا الاكزلاري سارجري لان احتمال يصير عدنا كنديشن اسمها لمفاديمة basicly الريديو ثرابي والاكزلاري سارجري لاني شغلتين اثنين هن راح يغيرا او يسون disruption للمفاتي قدرنج ما للأبر لمب اللمف يعني بعد ما يقدر يطلع من الآن ما كفت شي طلعة لان الاكزلاري نفنوس هي المسؤولة عن اللمفاتي قدرنج فذا لعبنا بيها بالريديو ثرابي وبالاكزلاري سارجري اللمف ممكن يتجمع ويصير عندنا كندشن اسمها لمفاديمة فاللمفاديمة تصير اكثر شي as a complication of breast cancer treatment وهسا يعني دتقل كلش اللمفاديمة لان البطل يستخدمون الاكزلاري سارجري وهي الريديو ثرابي طبعا هاي اللمفاديمة مو بس بسبب التريتمنت الصغير احتمال تصغير بسبب recurrent tumor التيومر اذا صار بها ريكارنس احتمال هميا تسد اللمفات قدرنج وتسوي لك لمفاديمة ولازم نفرق بين ذني السببين يعني نعرف هل هي بسبب التريتمنت لو بسبب الريكارنس اذا كانت بسبب الريكارنس فالنيو بلاستيك راح يكون painful يعني راح يصير اكو باين بالأفر لمب بسبب الانفل برايكيال بلاكسس التيومر راح تضغط عليه فراح يصير عندنا باين اذا كان اكو ريكارنس بينما اذا كانت اللمفاديمة بسبب التريتمنت نفسه فالمفروض مايصير اكو باين طعن هاي اللمفاديمة فاد كنديشن كلش مزعجة يعني المريضة ورا ما كانت حايرة بال براست كانسر مالتها راح تبدي تحير بالإيد مالتها تشوف هيش ثقيلة وما تقدر تحركها صير اكو انفكشن على ايد يعني التريتمنت مال هاي الانفكشن يكون كلش مزعج وبتالون انتيبياتي ثرابي لازم نضي كتريتمنت هاي الكنديشن المزعجة التريتمنت مالتها يكون difficult مو سهل نقدر نجرب يعني نسوي لمب أليفاشن حتى تقل شوية الأديمة نلبس لمرأة arm stockings بس يعني بالعادة ذني التريتمنت مو كلش يش تغلن كوراس يعني هذا الدرع القديم اللي كانوا يلبسو المحاربين القدامة على صدرهم حتى يحموها بالضبط هاي الكنديشن هي الوصف مالتها البرست كانسر من يصير ادفانست احتمال يعبر على الاسكن يسوي انفلترايشن للسكن من حيسوي انفلترايشن هذا الاسكن حيصير حاردند ويبدأ يثخن من يثخن يشبهو بهاي الدرع اللي كانوا يلبسوها قبل المحاربين القدامة فقاموا يصيحولها cancer in كوراس وطبعا الكنسر من يوصل للمرحلة الانفلترايشن to the skin it is associated with very poor prognosis لينفانجيو sarcoma اللينفانجيو sarcoma عبارة عن cancer يطلع من الليمفاتيك vessels اذا صارت اكو لمفة ديمة بسبب treatment مثلا فراح يصير اكو excessive lymph هذا excessive lymph رح يسبب لك chronic inflammation بالwalls مع الليمفاتيك vessels اللي موجودة بالأبر لمب واحتمال تتحول الى malignancy تصير cancer طعن هاي condition rare والprognosis ايضا يكون poor familial breast cancer اذا نرجع للrule of five of breast cancer معالتنا تقول انه 5% of breast cancer is related to a specific gene mutation يعني اكفة الجين ديسبب هذا breast cancer فشنو الجينات المسؤولة عن breast cancer البر barca 1 barca 2 p53 ذني the three genes هنه اكثر 3 genes associated with breast cancer ذني مهم ما تحفظوهن النساء اللي ادهم ذني الجين ادهم رسك توصل حتى 80% انه يطور ادهم breast cancer يعني رقم ضخم فذني شون رح نتعامل وياهن يا اما نسوي prophylactic mastectomy او ننطي hormonal therapy اذا تذكرون بالhormonal therapy قلنا انه الى preventive properties ممكن يقلل من breast cancer فيما نسوي عملية اما ننطي hormonal therapy زين هايفد a fun fact لكم انجلينا جوذي كان عدها باركا وانجين وخطيئ امها وعمتها توفن بسبب breast cancer معلومة مشهورة عن انجلينا جوذي انه هي مساوية mastectomy بس الاغلبية ما يعرفون ليش مساويتها الحقيقة هاي كانت prophylactic mastectomy حتى تحمي نفسها من breast cancer فايش معلومة حلوة لكم حتى تفاكم بها على جماعتكم ذات ريدون زين عدنا pregnancy and breast cancer breast cancer اذا صدف وصار اثناء الحمل ف presentation ماتة هيكون متأخر لان اعراض الحمل ممكن تغطي على الاعراض مع cancer يعني مثلا breast رح يكبر حجمه اثناء pregnancy فاحتمال يغطي على breast lump او اذا مثلا breast cancer تسبب black pain بالpragnancy همين نور مريض صير اكو breast pain فاحتمال همين المريضة مراح تحس على روحها اكو considerations لازم ناخذها بنظر الاعتبار من نعالج breast cancer اثناء الحمل مثلا الريديو ثرابي والهرمون الثرابي اثنين هن مايصير نستخدمهم اثناء البراجنسي لانهم تيراتوجينيك الكيمو ثرابي مايصير نستخدمها بال first trimester بس وراها عادي يعني نقدر نستخدمها والسرجري همين لازم نحاول نتفاداها بال first and third trimester نتفاداها بال trimester الاول حتى نتجنب الabortion اللي ممكن يصير ونتجنبها بال third trimester حتى نمنع premature delivery فاكثر شي ننسويها بال second trimester الpatient ورا من نقالج breast cancer مالتها لازم ننصحها انه ما تحمل المدة سنتين ورا العلاج لانه بهاي سنتين ممكن يصير recurrence بالcancer وما رح نقدر نلقو في هذا recurrence لان احتمال عراض الحمل تغطي عليه الحرمون replacement therapy and breast cancer شنو علاقته ببعض الحرمون replacement therapy يزيد الرسك مع breast cancer اذا اخذ الفترات طويلة بس الحسن الحظ الكنسر اللي يصير بسبب الحرمون replacement therapy يكون الى good prognosis usually breast cancer بس قبل لنختم خلي نسوف اد اي شي مسج سريعة طبعا هذا الشهر هو شهر العاشر اللي هو breast cancer awareness month هاليا وارد وارد احنا واجبنا كأطباء وخصوصا كطبيبات هنا بالعراق انو نحاول شكرا نقدر نوعي عن breast cancer مثلا نشجع امهاتنا وقالبنا انو يراجع عن الأطباء اذا يحسن اكفت شي غلط نعلم هني سوى breast self examination اللي هو كلش مهم يعني breast cancer is much more common than you think and it's treatable اذا لقفنا ارلي فلديوتي مالتنا كأطباء is to raise awareness on this topic لان يعني للأسف برامج نشر الوعي بالعراق شبه معدومة فهذا شغلنا احنا فإيه يعني بس حبيت اوصل هاي الرسالة قبل احنا always thank you so much for watching this video i hope you guys enjoyed it as much as i did thank you and good luck